بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هذه الآيات فما بعد يتم فيها ذكر أمور من أسباب الانحراف التي اشترك فيها اليهود والنصارى والمشركون فكلهم اشتركوا في أسباب الانحراف فلا ينحصر الآمر في بني إسرائيل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني قال أهل الكتاب فقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وهود يعني اليهودي وهو جمع هائد مثل عود اللي هو جمع عائد ومعنى هائد التائب الراجع إلى الحق وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا النصارى ولكن في الواقع هذه أمنيتهم تلك أمانيهم تلك المقالة أمنيت هؤلاء وأماني جمع أمنية بمعنى الرغبة ولكنها رغبة كاذبة فأنهم يتوقعون دخولهم وحدهم الجنة من دون استناد إلى دليل أو برهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لهم يا رسول الله أحضروا وجيئوا ببرهانكم على ما تدعون البرهان يعني الدليل الصحيح الذي يقصد الاستدلال به فأحضروا برهانكم ودليلكم على انحصار دخول الجنة فيكم وعدم دخول غيركم فيها إن كنتم صادقين في مقالتكم وهذا الأمر للتعجيز لأنهم يتمكنون يجيبون البرهان بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تبارك وتعالى في هذه الآية يبطل ادعاءهم بلى هذا جواب لسؤال تقديري من هو الذي يدخل الجنة؟ الجواب الجنة لكل مؤمن من أسلم وجهه لله وهو محسن فهناك شرطان لدخول الجنة الشرط الأول من أسلم وجهه لله يعني أخلص نفسه لله وهذه كناية عن الطاعة والانقياد وهو أمر يرتبط بالاعتقاد ومعناها الإيمان أسلم وجهه لماذا تعلق أسلم بالواجه؟ مع أن المقصود أسلم نفسه يعني جميع جوارحه الجواب لأن الواجه أشرف الأعضاء فإذا أسلمه الشخص فقد أسلم جميع جوارحه هذا الشرط الأول الشرط الثاني وهو محسن في عمله فهذه العبارة من أسلم وجهه لله وهو محسن عبارة أخرى عن الإيمان والعمل الصالح فإن غير المؤمن لم يسلم وجهه لله والعاصي ليس بمحسن فله أجره عند ربه في الآخرة ولا خوف عليهم من مكروه مستقبلي كالعذاب في الآخرة ولا هم يحزنون من مكروه فعلي أو عند الموت فالفرق بين الخوف والحزن أن الخوف من مكروه مستقبلي والحز من مكروه فعلي إذا واحد يقول إحنا نشوف المؤمنين يخافون ويحزنون الجواب خوف وحزن المؤمن بالنسبة إلى خوف وحزن الكافر كالعدم لا يعتبر شيئا أصلا فمن اجتمع فيه الشرطان فهو يدخل الجنة سواء كان يهوديا في زمن النبي موسى صلوات الله عليه أو نصرانيا في زمن النبي عيسى صلوات الله عليه أو مسلما في زمن محمد صلى الله عليه وآله أو أي شخص من سائر الأمم في زمن أنبيائها عليهم السلام فاليهود والنصارى قبل نسخ شريعتهم وكذلك المسلمون يستحقون الجنة بالإيمان والعمل الصالح لا بغيرهما وهذا الكلام دليله معه فأن معيار دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح فالآية مجتملة على البرهان فأن العقل يحكم بأن الذي يستحق الجنة هو المؤمن المحسن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين